مرحبا أستاذ حسن رحب فيك في أكاديمية قطر للمال والأعمال وبالتعاون مع جامعة نورثمبرية طبعا الأكاديمية هي أكاديمية التدريب في قطاع المال والأعمال وسوينا شراكة مع جامعة نورثمبرية الجامعة بريطانية متوجدة في نيوكاسل تقريبا هذه سنتين بدأت في 2018 هذه الشراكة وتتوسع إن شاء الله في المستقبل الأكاديمية مع الجامعة تقدم عدد برامج في برامج البكالوريوس وعندنا أيضا برنامج في الموجستير الذي يميز الجامعة فيها تقريبا مراحل قبول في كل المراحل يعني من السنة التأسيسية وحتى الموجستير مثلا طلاب المرحلة الثانوية قدمون على السنة الأولى طلاب المرحلة التأسيسية المتخرجين من الجسر الأكاديمي أو من كلية التأسيس الجامعي ممكن يدخلوا ويانا على السنة الثانية وأيضا حملت الدبلوم أو حملت الدبلوم العالي يدخلوا ويانا في السنة الثالثة أو في السنة الرابعة اللي هي سنة الأخيرة في البكالوريوس طبعا أخوي حسن من الأشياء اللي أيضا تميز الجامعة نحن عندنا دوامنا في الأصل دوام مسائي فالطلاب يحضرون من الساعة الرابعة العصر ثوانة مساء فهذه فرصة أيضا للموظفين أيضا للأمهات أنهم يحضرون في الجامعة وقت أيضا مع عزمة كورونا حولنا إلى الـ Online وإن شاء الله أيضا بعد بيكونوا إياهنا في الفصل القادم جزء بيكون عن بعد وأيضا جزء بيكون ممكن بعد مشاورة مع الوزارة بيكون وجه الوجه مع اتخاذ الأجراءات للسلامة كاملة تخصصات البكالوريس اللي موجودة عندنا عندنا برنامج المالية وإدارة الاستثمار وعندنا برنامج المحاسبة هو عبارة عن برنامج لمدة أربع سنوات وأيضا عندنا برنامجين عبارة عن برامج تكميلية لحملة الدبلوم برنامج في الصيرفة الدولية وأيضا برنامج في المحاسبة والمالية فالطالب اللي خلص سنتين أو ثلاثة سنوات الدبلوم في مثلا كلية شمالة طنطية أو كلية المجتمع باللغة الإنجليزية مثلا ممكن يجي عندنا ويكمل إما سنة أو سنتين ويكمل برنامج البكالوريس بشكل عام طبعا هذا البلومبرغ لاب اللي هو مختبر البلومبرغ يعني مزود بأفضل الأجهزة وأفضل التيرمينال اللي لها علاقة بالأمور المالية من خلالها يستطيع الطالب يعني يشوف النتائج في البورصات العالمية ويحللها من خلال من خلال هذا الجهاز اللي احنا يعني جايبين خصيصا لهذا الموضوع يعني هنا يتم تحليل البيانات وكل شيء البيانات المالية البورصة الأشياء العلاقة بال باللومبرغ طبعا يعني معروفة في هذا المجال في مجال المال والأعمال والاستثمار بشكل عام طبعا نفس ما تشوف الشاشة هذه هي شاشة بعد أيضا ذكية جدا في موضوع يعني الشرح للطلاب الإلكترونية سواء بليات الاستخدماء أو حتى باللومبرغ نفسها فالغرف مزودة بكل الأجهزة اللي تعطيك نصبا نقول يعني الأشياء الإلكترونية اللي ممكن تساعد الطلاب في فهم الدروس طبعا هذه أحد الفصول الدراسية الكبيرة اللي موجودة عندنا في الأكاديمية طبعا هو يتسع لعدد كبير لكن في موضوع إجراءات الاحترازية نحن جهزنا للصوف حيث أن يكون فيها التباعد في حال يعني كان وجه الوجه أو إذا كان عن طريق عن بعد إن شاء الله نفس ما تشوف القاعة هذه مجهزة بكاميرات ممكن أن نسجل المحاضرات الإلكترونية ونبثها للطلاب سواء يعني بعد ما نسجلها تكون موجودة على منصات الجامعة طبعا نفس ما قلت لك هي جامعة بريطانية فنظام التدريس يكون باللغة الإنجليزية أعضاء هي التدريس عندنا أعضاء هي التدريس من داخل قطر ومن خارج قطر أعضاء هي التدريس من داخل قطر عندنا نخبة من الدكاترة وحملة الدكتير والدكترار اللي يدرسون القطريين اللي يدرسون طلابنا في هذه الجامعة وأيضا عندنا نظام بالتعاون مع جامعة نورث أمبريا الأم أنه 25% من المواد يقدمها أسادة من بريطانيا فالطالب يحصل الفرصة أيضا أن تتك مع الدكتور اللي قادم من المملكة المتحدة طبعا أحد البرامج الجديدة اللي أطلقناها مؤخرا هو برنامج ماجستير في العلوم المالية هذا برنامج جديد بيبتد إن شاء الله في شهر تسرح القادم عبارة عن سنة واحدة فقط قيمة تقريبا 75 ألف ممكن الطالب أيضا يسددها على أقصاد ويكون في الفترة المسائية وممكن يكون مزيج مع الدراسة عن بعد وأيضا الحضور في المبنى فجدا مناسب للموظفين وأيضا ممكن يكون جدا مناسب حتى حق الأمهات اللي خلصوا البكالوريس وحابين أنهم يطولون نفسهم مهنيا طبعا نفس ما تعرف تخصص نف تخصص المالية أو تخصص نف تخصص المحاسبة محتاجين في كل مؤسسة سواء مؤسسة مالية كانت أو مؤسسة حكومية أو شركة خاصة أو حتى الشخص اللي عنده عمل حر خاص فيه فنوع مثل هذا النوع من التخصصات يعني في عليه طلب بشكل كبير أكيد ومحتاجين في كل قطاعات الدولة وقطاع المالي عندنا مشارك في قطر من أفضل قطاعات يعني يعتبر في المنطقة في الخليج وحتى على مستوى من خلق الأوسط فمعناتها هذا قطاع قوي جدا ومتين والدخول مثل هذه التخصصات أكيد بيكون مثري للطالب وأيضا مفيد للدولة مستقبلا السلام عليكم ومرحبا مرحبا لجامعة نورث أمريا بقطر هون مكتب القبول ونحن هون مستعدين نتقبل طلبات الطلاب الديدلاين رح تكون قريبا جدا بآخر شهر جولاي وفي طالبات قبول لجميع المراحل الدراسية للتقديم على السنة الأولى الطالب بيقدر يقدر يقدم على المحاسبة المالية وإدارة الاستثمار للتقديم طالب بحاجة لشهادة الصف 12 النجاح بالشهادة الثانوية وامتحان الآيض بسكور 5.05 بالإضافة لمتطالبات أخرى مثل الـ ID وصورة عن هوية أما للتقديم على السنة الثانية بالمحاسبة Accounting أو Finance and Investment Management المالية وإدارة الاستثمار طالب بحاجة أن يكون خلص شهادة الفاونديشن يير الشهادة التأسيسية من كوليج بقطر مثل University Foundation College كلية التأسيس الجامعي أو من كوليج أخرى بقطر وهو بحاجة للنجاح بشهادة الفاونديشن إتمام الشهادة الثانوية وامتحان الآيض بسكور أعلى من السنة الأولى وهو 6.06.0 أما للتقديم على السنة الثالثة بالفاينانس and Investment Management المالية وإدارة الاستثمار الطالب بحاجة أن يكون كمل شهادة الدبلوم بالبزنس أدمنستراشن ميجورينج H.R. ماركتنج أو أكاونتنج أما الجي بي أي المطلوب فهو 2.75 من أصل الأربع كما طلاب الكميونيتي كولوج اف كطر بقدروا يقدموا على السنة الثالثة إذا كان معهم ويجب أن تكون الدراسة باللغة الإنجليزية للتقديم على السنة الرابعة والأخيرة بالإنترناشنال بانكينج أو أكاونتنج أكاونتنج طالب بحاجة يكون كمل شهادة الدبلوم العالي من كلية الشمال الأطلنطي ثلاثة دبلومة بزنس مانجمينت ميجورينج ماركتن H.R. أكاونتنج جي بي أي المطلوب 2.75 أما للتقديم على برنامج الماجستير في المالية Masters of Science and Finance الطالب بحاجة لأتمام شهادة الباكالوريوس بالبزنس أكاونتنج بانكينج ومانجمينت والجي بي أي المطلوب 2.75 2.75 من أصل الأربع الآيلز مش مطلوب في حال الطالب كان دارس باللغة الإنجليزية أما طلاب اللي أتموا شهادة الباكالوريوس باللغة العربية فهني بحاجة لأيلز للتقديم على الماجستير بمعدل 6.5 طبعا سيد حسن بالنسبة للرسوم الدراسية هي 64 ألف لبرامج الباكالوريوس في السنة و95 ألف ريال لبرامج الماجستير أيضا هو مدة سنة واحدة فقط ونقدم أيضا تسهيلات مالية للطلاب حيث أنهم يقدرون يدفعون رسوم الدراسية على 6 أقصات في السنة 3 أقصات في الفصل الأول اللي هي 32 ألف و3 أقصات في الفصل الثاني اللي هي 32 ألف في برنامج الباكالوريوس و6 أقصات نفس الشي في برنامج الماجستير بالنسبة لطريقة التقديم طبعا خلاص حين كل شيء أونلاين تقدروا تدخل على موقعنا وتختار البرنامج المناسب لكس وان كان في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو حتى الماجستير وتقدم أونلاين وترفع كل المتطلبات المطلوبة عليك ويتواصلون إن شاء الله معك مكتب القبول بيبلغونك بقرار لجنة القبول التسجيل